ونفس الامر بالنسبة لمنتخب مصر? ونفس الامر ما احنا جربنا. نحنا جربنا. بس برضو نجحنا مع مصري قبل كده. خلي بالك نتكلم في موضوع مهم قوي. موضوع مهم ما ينفعش ان احنا ندخله في عارف في اللي هو ايه. لازم يبقى مستقل بذاته. لانه موضوع ممكن نتكلم في يوم كامل. احنا كمعاملتنا للاجنبي. غير معاملتنا لمصر خالص. احنا عندنا الاجنبي كون في يكون. احنا عندنا الاجنبي لما يقول حاجة حاضر. احنا عندنا الاجنبي اصلا بيجي لك من غير اي اي رؤية او اي مفهوم او اي شكل. واحنا بنقول له حاضر. لكن المصر انت بتقفله على 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 الوحدة. انت اهاب جلال قلت له احنا عايزين كذا وكذا وكذا وكذا. انت مش عارف مين جبته. لا اصل الجماهير اصلا. لكن الاجنبي انت بتجد له كامل حرية. انه يعمل كل حاجة. فبرضو احنا عندنا جزء داري فاشل قوي. طب. فاشل بطريقة يعني مش طبيعية. ان احنا بنجيب حد اه مش عارفين هو مين اساسا. احنا عارفين بس ان هو اسمه. هو انا النقطة دي. توصد هنا مسلا زي الكيراش? ايا كان. احنا ما جبناش مدير فني ناجح اصلا في مصر. حتى لو حتى. يعني كوبر وكيراش دول اسامي وروي فيتوريا ده. احيب قلبي. انا مش انا 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 طموحي ان انا روح كاس علامة. ولا طموحي ان انا بقى فرقة بحجم اسم البلد. وبحجم الكم مليون اللي في البلد. صح. بس. لكن انا ايه اروح كاس العام واتبهدل هناك. لا 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 مش فاهم قصدي. يعني هو في الاخر هو قصة مش قصة مدرب. يعني خلينا انك اتفق انه مش المدرب بس. ده المدرب. المدرب عليه عمل كبير جدا. بس مش هو بس. يعني انا دلوقتي لو روحت جبت الجوارديولا. اوكي. النهاردة. انا حلم نتكلم كده. انا قلت لك بقولك ايه بيب ده حبيبي انا هنزلها مضي. تمام. ونزلت مضيته. تمام. هل تتوقع ان هو يروح ياخد كاس العالم يعني? بياخد كاس العالم ونص. ايه? اه والله العظيم. بالعاك اللي احنا عندنا ده? ما هو هو. بالعاك اللي عندنا ده ياخد كاس العالم? حلو اوي بقى النقطة دي. احنا المدرب بيجي. مدرب ولا جاي ياكل عيش. لا مدرب. مدرب. لا بنجيبهم ياكل عيش. لا لا انا بتكلم الصح. الصح. الصح انا انا اجيب مدرب. يقول لك انا عايز كزا واحد اتنين تتاة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هتعمل لي ولا مش تعمل لي مش هعمل لك خلاص بايبار. تم انت كيروش طلب منك كده. فين? فين? ما انت فاكر هو مش ايه? كروش ما قدمش اصلا حاجة اساسا. ليه? انت بدربات الجزاء هي اللي فرقت معاه جدا انه يروح كاس عالم وانه ياخد كاس امم. يعني هي ضربات الجزاء. لأ. في ظل انه معاه فرقة فيها مشاكل فنية كتير جدا. جدا. وفي ظل انه عنده اتحاد كورة ضعيف وانظام ضايع. اهو اهو هو ده اللي انا بتكلم. يعني ما عندهش حاجة يا هو انا انا كلمت معه عرض واحدة بس. امشي. اتكلمت معه عرض وقال لنا طلبت منهم فوق التلاتين طلب. يمشي على طول. ما تحققاش منهم تقريبا غير اتنين تلاتة. ايه اللي مقعده? بيحاول عايز انجا عايز 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 يعمل لك حاجة. مفيش محاولة في النجاح. في ان انا عارف مقاومات نجاح ايه واروح لها. في ان انا في مقاومات نجاحة كريم. وفي اه اللي هو احاول في حاجات. مقاومات النجاح معروفة ما ينفعش يتلاعب فيها. طب ايه الفرق ما بين ده اللي انت بتتكلم فيه ومستر مانويل. مستر مانويل ما هوش اسم عظيم يعني قبل ما يجي الاهلي. حلو كده? شخصية كبيرة جدا. شخصية. ما انا بكلمك فاقي كيروش ده كمان شخصية وكوبر كان شخصية. وروي فيتوريا ده شخصية. لو انت تتكلم في الاسم يعني. مستر مانويل قبل ما يجي الاهلي ما كانش اسم عظيم في برتغال. اسم عادي. مانويل جوزيه ده مدرب عادي في النص يعني. مش 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 لكن جيه هنا عمل ايه? زي مثلا. ما كانش اسمه معروف ما كانش حد يعرفه. يعني اوكي يعني هافترض انه ماشي هنفترض انه هو في نفس المكان. بس قصدي ان جيه هنا عمل ايه? عمل كل حاجة. حلو قوي ليه? عشان ناس بتساعده في اللي هو عايزه. هل هو الواحده? اللي ساقف الواحده? هو فرض رأيه على الكل ان هو يساعده. وساعدوه. صح? وساعدوه. وعملوه محدش وقف ضده. حدش قاله لا مش هينفعه. لا مش هنعرف. لما كان حد بيقوله لا في حاجة كان بيقوله انا همشي. انا لسه كنت بحكيه في فاصل. انا شفته في يوم الايم قاعد مع حد مهم جدا جوانا دي الاهلي. وبيتكلم معاه والله يا عميدو انا التاني صعب علي. من كتر ما هو بيقوله كل وكله هيحصله. ولو ما حصلش هتشوفه عم فيك ايه? ده اللي بكلمك فيه. طيب. مقاومات نجاحه. بس قصدي لقى ايه بقى ما لقاش مقاومة. ماشي ما يمشي. مقاومة الجاهل دي وحش قوي. اللي هي مقاومة اللي انا انا واقف ضدك عشان انا جاهل. طبعا. مش عشان انا ايه رأي تاني مسلا انا جاهل. مش فاهم. فانا مش عارف عاملك اللي انت بتعمله ده فانا هوقفه خلاص. بالزبط. جزي ما لقاش ده في الاهل. لأ اناس ممكن ما يكونوش اشطر حاجة وقتها. بس على العزين حاوله. طب والله الرجل يا جماعة بيفكر صح طبعا تيجي نساعده في كزا. نعمله كزا. طبعا نسهله كزا. بالزبط. لكن الناس اللي جات لك دي بقى كيروش وكوبر تحديدا. لأ خلينا نوقف عند منو الجزي. اه. منو الجزي كان بيسيبها. اللي هي مش مكومات نجاحه. اللي هي مش هتنجحه اصلا. اه. يعني ممكن ان هو ايه? يعني جات جات مجاتش مجاتش. لكن في حاجات لا. انا مش هينفع ان انا اتنازل عنها. ده اللي انا بكلمك فيه. بس قصدي انه برضه نطاقه ادي اميده يعني هو في الاخر فرقة في الدور. هو نادي. نادي وانا بشوف انه انجح كمان انجح نادي مشانا بشوف هو ده طبيعي. هو انجح نادي في وسط اللي اللي انا عايشين فيه. لكن هو انجح منظومة رياضية في مصر النادي الاهلي. لكن التراجل التاني ده علشان ينجح مدرب المنتخب. محتاج اتحاد كورة ومحتاج لجنة وسبقات ولجنة حكام وآآ فرق بالتتضامن عشان. انت كلمك مصمم محتاج خمسمية مليون حاجة. ايوة ماشي. مانا ده اللي مكلمك فيه. هيتعملولو? لأ. انت محتاج حاجات. اه. انت مبتلاقاش معمولة. بتقعد ليه? بتيجي ليه اصلا. بس انت عايز بقى تقبط كل شهر. هو ده اللي بحصل. انا بكلمك بصراحة جدا جدا. انا مدرب جاي اجنبي من بره. انا جاي منتخب مصر منتخب كبير. اه. انا جماعة شايف مقوماتنا الا لو انت بقى مش عارف مقومات نجاحك ايه ده موضوع تاني. اه. يبقى انت برضو متسجلش انت تمسك اي حاجة. ماشي. انا عايز عايز خمس حاجات. هتجيبهم لي? اه هنجيبهم لك خلاص ماشي. ما جوش. ما عودش. ما حاولش. قصة طويلة. لا اه. يعني التنظيم دوري ودي حاجة مش هتحصل في قاعدة. يعني ده عايزة سنة عايزة سنتين عايزة اقفاء مصدي. فهو ممكن يبقى جاي على اساس اتفاقيات انت عارف كل الناس بي اه وهو سعتما بدون العقود الوعود بتبقى كلها براقة. لا. هنعمل لك وهنكصل لك الدول. الفلوس اللي براقة. فانت شايف ان الناس دي كل اجا تاكل عايش. طبعا انا لما بيطلع لمرتبي كل شهر وانتوا مش عايزين خلاص عاديني قاعد. ده 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 المدرب. ماشي. العادي وده المدرب اللي عايز انجح. اوكي. اه حتة انا كنت عايزة كلمك في جزئية الخبرات. ماشي. انا انا ما بيؤمنش بحاجة اسمها خبرات. خالص. ده الخبرات دي كلمة فشلة فشل زريع. ويما ناس اتظلمت منها الخبرات. اوكي. انا ما فيش حاجة اسمها خبرات. في حاجة اسمها نجحات. في واحد بقعد يشتغل تلاتين سنة وهو هو. ما بتتوارش لحظة. اه. وفي واحد لسه مولود النهاردة. وشاطر وناجح. فانا بظلم الناجح بموضوع الخبرات. فانا ما ينفعش اجيب اسم كبير اوي. اقول ايه ده عنده خبرات كبيرة اوي. انا نجحته ايه بالنسبة لي. هو نجحته. النجحت كل يوم خلي بالك. مش مش تراكمية. ام. يعني انت لو ما نجحتش معي. انت مش انسان ناجح. انت لازم تدور وان لازم ادور. ايه الاسباب اللي مش ما خليك ناجح زي ما كنت قبل كده. هي ده اللي ما كلمك فيه. لكن انا كحد مدرب. والمدرب ده اهم حاجة في المنظومة. انت ممكن مدرب ومجلس ادارة مش قدي كده تنجح. لكن العكس لا. فانت بتشوف ان لو جبت مدرب قوي في منظومة فيها عك كتير زي منظومتنا الكروية. ممكن ينجح. اكيد. بنسبة كبيرة. العكس لا. العكس لا. اه. يعني لو زبطت المنظومة تماما اداريا وكل حاجة مزبوطة والمسابقات والحكايات والبتاع وجبت مدرب مش قوي مش هينجح. بالزبط. بالزبط. انا مختلف. ده حلو. اه والله انا مختلف. ليه بقى? لان في منتخبات او في بلاد يعني عندها يعني هدي لك مسلا مسلا بالسعودية. السعودية المنظومة القروية عندها مترتبة كويس. تمام. مسابقاتهم المحلية اه موعدهم حكاياتهم اعلامهم تصرحاتهم كل حاجة عندهم متساستما صح. ومش كل مرة بيجيبوا مدرب جامد للمنتخب. بيجيبوا اسامي اه ما اختلفناش وبيجيبوا مدربين كبار اه بس مش كل مرة. في ساعات بيجيبوا مدرب يعني عادي. مش عالف ايه في اه برازيل ومسك ايه. العادي دم كراسه ايه بالنسبة لك? مش اسم. مش انت بتقول ان مدرب كبير. مدرب ناجح. مدرب لا ما قلتش مدرب كبير خادص. انا قلته مدرب ناجح. مدرب شاطر. مدرب بعرف بعرف ايه ايه مدرب. في في سمات المدرب. في الشخصية الاول لان الشخصية. هم تقريبا كل المدربين اللي مسكوا منتخباتهم بيساعدوهم كاس العالم. وبيعملوا حاجات كويسة اوية في بطولة اسيا. طيب بيبقوا مدربين شاطرين. مش شرط. عشان كيف بقول لك المنظومة. طب هقدي لك مسأل تاني. قل. النادي الاهلي. انا خلي بالك عشان احنا دلوقتي انت اختلفت معايا في جزئية. اه. ما قلتهاش. اللي هي. مدرب كبير. انا ما قلتش مدرب كبير. مدرب ناجح. ناجح شاطر. ماشي. مدرب. كتير انا قلت لك انا انا مختلف في حتة الخبرات انا مش مهمة. انت شايف ان كيروش مش مدرب ناجح. خالص. ما نجحش معنا. ما نجحش معنا بس نجح مع غيرنا. ما نجحش معنا. يعني ده وصل في يوم الايام لريال مدريد. ده اللي انا بكلمك فيه. النجاح مش طرقومي بالنسبة لي. النجاح ونجاح كل يوم. نجاح مستمر. ما ينفعش ان انا بقى نجح اسبوع وفاشل اسبوعين. ما ينفعش. طب انا لو انا هو انا كريم خطاب انا النهاردة بشتغل في مكان نجح زي ده. اوكي. وانا نجح. تمام. حلو كده. رحت بكرة جالي عرض في حتة تانية. اه من بره الموضوع حلو. دخلت جوه ليت منزومة مع كوكة خالص. والدنيا بايز خالص. هنجح انت لو انت شاطر. هنجح انا محطة كاملة. اه هتنجح نفسك. وهنا نفسي انا انا اسمي. اه. مرتبط بالمكان. يعني انا نفرد انا في مكان مفيش دنيا مقاومات النجاح كلها باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بسوق الملجنة. في مصر. اه. لا انا ما بكلمك في كده. انا بكلم ان هو ازاي هينجح وهو كل اللي حواليه مش موجود. لو ما لو ما فرضش رأيه احنا بنرجع لكلامنا للقبل كده. اه. لو ما فرضش رأيه وفرض الحاجات اللي هو عايزها يمشي. يعتزر ويمشي. لكن هو بيلاقي الدنيا جميلة وبيلاقي الدنيا ماشية. عشان انا بقى اقول لك بقى ان بيقى في مقاومة. لا ما هو انا اديت لك مسلا بس بكيروش عشان ده كان قريب. يعني في الحاجات تانية طبعا كتير. لكن كيروش نفسه. ايه اللي خلاه يمشي في الاخر? غير المشاكل والحاجات. بس هو لانه لقى المقاومة دي طلب حاجات كتيرة جدا. مقدمش كورة يا كريم خالص. مقدمش حاجة ويسا. هو معاجيل عظيم. انا مش شرط انا كمدرب ام انا انا مرقى ايه لازمتي انا كمدرب. يعني انا لو عندي فرقة يعني مش هقول انها فرقة مش حلوة بس فرقة فيها مشاكل زي منتخب مصر. فرقة فيها نواقص كتيرة يعني. ووصلت بيهم لابعد نقطتين. محلية اه افريقيا انا وصلت للنهائي وخسرت ضربات جزاء. رغم ان انا قبلت فرقة في النصفة تقيلة. وعدته. بس الطبيعي بتاعك انت منتخب مصر انت وصل وتاخد بطولة. ده امتى الطبيعي بتاعي ده اللي هو امتى? دي بقى كلمة معي. لما جيه قال لي انتو بتقرنوا نفسكوا باحلى فتراتكو. انتو كمصرين. كوبر لعب اسهل اسهل بطولة في العالم. اسهل بطولة في تاريخنا اساسا. اللي هي فتاح بينو jumse 17? او بطولة apost Partnership هي اللي احنا خسرنا فيها. وقال لك انا كوبر ده مدرب اللي هو الدفاع العالمي. وخسرنا بأخطاء دفاعية. كل ليجوان اللي جات فينا في البطولة دي كانت أخطاء الدفاعية. بس عنا مشاكل في الفرقة يامي دي وهو ده اللي باتكلم فيه. انا كمدرب انت عندك مشاكل في الفرقة جدا. تجيل مش مش اللي هو. يعني تجيل في مشاكلة. اعمل اجيب منين? هجيب منين? يعني معلش كابتن حسن شحاتة. هل كابتن حسن شحاتة نجح عشان هو بس حسن شحاتة? لا طبعا. مع فرقتين نار. انا لو مسكتهم انا لو انا لو كريم خطاب رحت مسكتهم اقسم بالله هكسب. دي من نوادر. ودي خلي بالك ودي صدفة. يعني تكويني المنتخب بقوتي وتعدي صدفة. مش حاجة يعني الدرسة وبتاعه عملنا حاجات. لا لا خالص. نفس الكلام بالنسبة لكابتن محمود الجهري. هل هو اخذ تمانية وتسعين عشان هو محمود الجهري الجنرال اللي بيعمل. لا طبعا عشان معاه فرقة جامدة كمان. وهو جهري برضو كان. طب هنرجع لورة شوية لو واحد زي كيروش ده جاي لك في الفترة بتاعت تركة وبركاته وجمعة والحضري وسيد والناس دي كلها. مش هياخد حاجات? لا هياخد. لا ممكن ما اخدش. والله هياخد. طب اقول لك على حاجة. اقول لك على مسال. احنا ايام مخسرنا من خمسة. اه. تمام? ماشي. وجي فايلر. اني خمسة الاولانية? الاولانية. ماشي. جي فايلر بعد كده. مش هي نفس المجموعة اللي خادت افريقيا بعد كده? الكسر بها الدنيا بعد كده ما خدت شافرها. كسر بها الدنيا وكسب بها هيا نفس المجموعة لفكرة. نفس المجموعة. انا فاكر. انا مش فاكر التدعميات بصراحة. مدعم جاب رمضان وكان رمضان أصلاً كان تايه أساساً قبل ما يجي الأهلي وجابه وفهمه الدنيا وغير له التاكتكس بتاعه خالص وكان بيدخله تفتكر كان بالضبط كان دخله تقريباً رصح عربتين يعني باللعب تسعة في الأطعاط وكان بيفضلوا مساحات للأطراف كان بيفضلوا مساحات عشان هما يقطعوا يجبوا جوال وكان بيطلع الفروت بره التمنتاشر عشان ياخد المساكين والكلام ده كله وفضل مساحات للناس الأطراف يعني هي نفس المجموعة المدرب المدرب كل حاجة في الكورة كل حاجة في الكورة المدرب مرضو الأندية غير خمسة صفر هو قلبها بنفس العناصر بس أنا مش فاكر التدعمات طبعاً بس أنا بقولك أنه أنا متأكد أنه النادي غير المنتخب النادي غير المنتخب طبعاً يعني النادي أنا نادي لوحدي أنا متفق معك جداً فأنا أقدرتي وحكايتي بطلباتي كمدير فني موضوع مقدور عليه حتطلب مني إيشوات نظام وتدعمات والدنيا سهلة لكن المنتخب ده أنت في حاجات كتير قوي مبنية على بعض المسابقات المحلية اللي هي محدش عالف يعملها في مصر بقالنا سنين دي بتتعكس المنتخب عامل إزاي يعني زي ما بقولك أنت في بلاد السعودية دي ما عندهش ولا العيب محترف في أوروبا يعني كل اعتمادهم على الدوري لو الدوري بتاعهم وحش هيشيلوا من كل الفرق اللي في أسيا دي عادي جداً بس هما إيه اللي يخليهم عندهم منتخب تقيل إن عندهم مسابقات محلية جامعة فبيجي المدرب بيلاقي كل حاجة متسيستيمة هينجح هينجح سهلة إيه الميزة اللي في الأهلي إن المناخ ينجح الدنيا سهلة والإدارة فهمة وعندهم إمكانيات وعندهم بتاع وعندهم قطع ناشئين وعندهم تنظيم وعندهم فرقة كوية عندهم جمهور وعندهم عندهم كل مقاومات أنا بقولك أنا لو روحت مسكت الأهلي هياخد الدوري أنا معاك جداً والله أنا لكن لو روحت جبت الجوارديولا مسك مع كامل اللي احترمه نادي عنده مشاكل وحاجاته مسك منتخب مصر وعنده مش هينجح أيه مش هينجح طبعاً مستحيل ينجح هينجح إحنا نرجع بالقل للنقطة أنا متفق معاك في كل حاجة أنا بكلمك دلوقتي أنت جدت مدرب في ظل الظروف الحضرة بتتكلم فيها دي المنتخب طب أنا قاعد ليه بحاول 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 دي أنا بحاول أرجع نفسي أنا كيروش أنا مسكت منتخبات كبيرة ومسكت حاجاته وبتاع فأنا دلوقتي جيت منتخب مصر ده اسم ده أكبر اسم في أفريقيا المفروض إن أنا عندي فرص كبيرة أو إن أنا أخد كاس الأمم الأفريقية ولو خدتها رجعت نفسي بقوة ولو صعدت كاس عالم رجعت نفسي بقوة عملت مطشين ثلاثة حلوين في كاس العالم رجعت نفسي بقوة بحاول عندي وعندي محمد صلاح وبتاع الدنيا فيها فيها شوات أمل ألاقي بقى مقاومة وجاهل وحاجات نجح في الآخر ما نجحش ليه بقى؟ لأن هو فرق عشان لقى مقاومة لا جاهل كتير اسمح كلامي لا أنا بقى بوصلها لأن أنا اللي في إيدي القرار كمدرب أنا فرطت في مقاومات نجاحي فأنا استاهل ده هي دي النقطة اللي أنا مختلف معك فيها بس إن أنا بقول لهم أنا عايز كزا هتوفروه أه هنوفرهو لك ماشي هستنى شوية ما وفرتوهوش خلاص طب لو أنت قلت لي أنك هتوفرولي وأنت ما بتعرفش توفروه يبقى أنا مشي برضو ما هو أنا صاحب القرارة أنا ما عرفش بقى أنت يعني أنت بتتحك علي أنا مش هنجح ماشي ما هتاخد وقت على ما عرف أنك ما بتعرفش في أمعوص دي هاخد وقت ياخد وقت قد إيه؟ شوية ما انت جيت أنا بقول لك ده ادخل مش عارف ايه في القطاع ناشقين والأجانب اللي في الكل فرقة مش عارف عملي فيهم ايه؟ بقى أنا ليه تصور أنا راجل كوتش عندي بقى تصور كبير فأنت قلت له حاضر هنقعد نعمل اجتماعات ونعمل مش عارف ايه؟ معلش يصل الانترنت قاطع ده قال لي شوية حاجات والله العظيم لو قلت لك هتتحك لا أنا عارف هتتحك أنا عارف والله ما بعتناش بس الايميل مش عارف الحاج مين عشان الانترنت قاطع ما دفعناش الفاتورة واصل فقال لهم يا جماعة انتو 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 بتغضي الحاجات دي خلاس فيها خصانها مش عارف كام ايه 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 انتو لسه معها عملتو هاش اه ان شاء الله هنحلها اصفيك تماعي يوم السابت الجاية مش عارف فين في اسكندرية في ايه اه ايه خلاص ده ايفهم بقى ان الموضوع فيش امن ماشي يمشي فأنا بكلمه ما هو مش عشان كده او كممكن لو واحد تاني وشايف ان الناس في امل كممكن يكمل بس لأ انا بشوف ان انت لازم تنظم البيت كويس قوي اه علشان تجيب ضيف هو ده والضيف يقعد يطبست عندك ازاي وانت تقعد كصاحب بيت تطبست ازاي طول ما البيت متنظم هو ده اللي حكاية مزبوطة والبتاعه التلاجة مليانة اكل حلو وتليفزيون شغال والحطة هو ده والله كل حاجة بايزة وعيزة اجيب ضيوف هو ده احنا بنرجع نتفق في نفس النقطة انت صاحب القرار يا اما تكمل اه اما تقول شكرا انا مش لاقي مكومات نجاح يا جماعة والناس دي بيتهزر طب انت ايه رأيك في روي فيتوريا والى اي مدى سينجح مع الانتخاب مصر وازاي اقدر احكم عليه انا لحد النهاردة ما قدرتش احكم عليه مش شايفه صح هتحكم عليه امتى في كاس الامم ما انا شايفه ايه انا مش شايفين واصف المتشد دي خلص ماشي؟ ما انا بقولك ها نفسك امم بقى اللي جاية دي هتدخل وتبتل تحكم عليه لما يقابل بقى تونس وجزائر وغانا ونوجيريا وكاميرا وانه بتاعه هتبقى كارسة تفتكر؟ طبعا يعني احنا مش المرشح لاول اللي كاس الامم لا هالس ولا التاني ولا التالت ولا التالت اه طبعا مين اللي قابلنا؟ انت قابلك ناس كتير جزائر وسنغال اول حاجة سبقوك ناس كتير جزائر وسنغال ومغرب انا قاس في الثلاثة اه قابلك طبعا سبقوك ناس كتير وانت في نفس الحتة وبتشوف انت شايف مقاومات الفشل بقى اشايفها جدا قدامك من المستوى اللي انت بتشوفه ده منتخب مصر ده السلم ده لعب ده مفيش اي حاجة مفيش اي حاجة انت عارف انا اللي دين ايه كمان يا ميدو؟ لما خسر ودين من تونس وطلع في المؤتمر قالك انا اصلا مش مرتاح وانا اصلا كلما عسكرة لقي حاجات مشايك طب ما بتلقرش ليه بش ما هو ده اللي ما كلاك فيه ما تطلع تكلمنا تقول لنا واحنا ننقط معا هو ده اللي ما كلاك فيه امشي قول مع السلامة جماعة الناس دي او قول لنا واحنا كاعلان نتكلم ونقول والله جماعة الرجل عنده حق فكذا والرجل مش عنده حق فكذا شوفوا بقى الموضوع سهل ازاي لكن كتم في نفسك ليه طيب بس عشان عايز يعيش عايز يشتغل عايز ياخد فلوس بس هو هو وانا مستني نتائج مختلفة فطبعا استحالة استحالة يعني يعني الناس قالوا من زمان يعني ما تمشيش في نفس الطريق وبتتوقع نتائج مختلفة يبقى انت فانت شايف ان روي فيتوريا هنحكم عليه في كاس الامم وده هيبقى وقت صعب جدا لانك هتبقى رايح تقابل الوحوش كله اه بالمستوى اللي احنا شايفينه ده رحين في كارسة رحين في كارسة ماشي تعال نرجع نقطف كده من كل فيلم اغنية مرشح لحاجة السنة دي بعد التدعمات القوية دي كلها الدوري ودوري الأبطال أفريقيا زي ما هم قالوا ان هم جاهزين للاتنين تقدر تقول ان هم مرشحين للاتنين؟ اه الطبيعي لكن الواقع لا الواقع لا مش عارف حاسس ان الدوافع مش موجودة بس الدوافع مش موجودة حاسس ان والله العظيم انا بتكلم بجد من غير اي انتماءات عارف الفلوس مش كل حاجة فعلا يعني انا خلاص انا جواي ان انا عايز اخد فلوس خدتها فانا مفيش عندي اي حاجة تاني هتلاقي لعيبة اقول ايه لقوي اللي عندها الحرقة بتاعتنا واهم حاجة في لعيب الكرة الدافع ان انا الاقي له دوافع طب انا ممكن اخلق له دوافع يعني كأدارة مثلا ان انا معدي ما معظمش جمهور الدوافع هو ده عنده اللي انا كنت بكلم فيه هو الدوافع اللي عندي كأدارة انا بعملها ان انا بدي لك فلوس بس كده ما عنديش حاجة لكن الجمهور هو اللي بدي لك الدوافع اللي هي اليومية بقى اه 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 بس حتى لو مش موجودين معاك في المدرجة بس انت سمع صوتهم من بقى طبعا طبعا وبخاف انزل بعد لو خسرت بخاف اخرى انزل الشارع لكن انا فرقة فرقة مخيفة برمز فرقة مخيفة جدا سكواد مرعب سكواد لعيبة لعيبة تقيلة جدا صح صح معهم مدرجة كويس لكن لكن دوافعهم تكاد تكون معدومة اوكي الاسماعيلي هل الاسماعيلي ربنا بسرعة معه كل سنة وهو ده خلاص الطبيعي في السنين الجاية ولا لا بالعكس ممكن السنة دي مع ايهاب جلال الامور تختلف اه مش شايف ان امور تختلف كتير اه مش شايف اه مشكلتهم فين يا ميدو مشكلتهم في الادارة والفلوس ادارة وفلوس اوكي اه يعني الاندية الجماهرية دلوقتي مظلومة ظلم باين فلوس انا معاك وده طبيعي انك تعطي تدور على رجل اعمال هو اللي يدفع زي المصري مع كامل ابو علي والاتحاد مع محمد مسلح بالزبط هو ده اللي اعتمد لقيت حد بقى تصرف انت وهو ما لقيتش حد خلاص بقى ايه انزل واختفي او تجيب مدرب مقاتل مدرب ايه ايه عرف يخلق الدوافع للاعيبة ويجيب لعيبة عايزة ده هتفرق كتير جدا جدا في الاندية الشعبية انت تجيب لعيب دور عليك الدرجة التانية دور عليك الدور المحترفين هتلعيبة عايزة هتلعيبها هتلعيب لو سمع اسم بيرمدز ده ممكن يقتل نفسه اساسا ان هو رايحه هو ده المطلوب ما تجيبش نجب ما تجيبش نجب كابتن شاحتة لما خدت دوري اوه خدهم باللعيبة احنا مش عارفينها اساسا انهم اجابهم منين لقد دي بس جاب لعيبة لما سمعت اسم الاسماعيلي بعد بتاكن النجيلة زي احنا جلنا في امبي لما طلع دوري ممتاز احنا كنا مش عايز اقولك احنا كنا ممكن نلعب ثلاث ماتشاط واربعة مواطين نفسك اوه احنا نزيل نكسب الايل نزيل نكسب الزمالك فدي الدوافع انا اجيب لعيبة بدوافع جديدة وانا معاك جماهير كاسماعيلي اما اجيب مدرب بدوافع جديدة جدا يدوري على لعيبة برضو يعوض لي النقص المادي اللي هو انا راضي لو اديتني مئة الف جنيب النسبالي كتير جدا جدا انا لعرف نديد الاسماعيلي دي النقطة